يعني واشنطن تصر على أنها تنتظر التحقيقات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية التي تجريها إسرائيل فيما يتعلق بهذا الاستهداف لموظفي الإغاثة العاملين في المطبخ العالمي كما حدث في المرات السابقة الإدارة الأمريكية تتحدث عن نقاشات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بكل عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة وبأن النقاشات الدائرة تتحدث فيها واشنطن إلى الجانب الإسرائيلي بضرورة أن تتخذ إسرائيل كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة مثل هذه التصريحات خرجت من المسؤولين الأمريكيين في أكثر من مناسبة خاصة عندما يكون هناك شكوك باستهداف إسرائيل لمدنيين في قطاع غزة ولكن الآن بعد أن اعترفت إسرائيل بأنها قامت بالفعل باستهداف هؤلاء عمال الموظفي الإغاثة وأنها تعترف بمسؤوليتها بهذا الهجوم فيبدو أن واشنطن تحاول أن توصل رسالة إلى إسرائيل مفادها بأنه يجب بالفعل أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وهو النقاشات المستمرة مع الجانب الإسرائيلي بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي ولكن هل ستستطيع واشنطن بالفعل ثني تل أبيب عن الاستهداف المدنيين أو عن القيام بعمليات عسكرية تؤدي إلى سقوط مدنيين وتؤدي إلى سقوط موظفي المزيد من الموظفين العاملين في المنظمات الإغاثية حتى هذه اللحظة لا يبدو أن ذلك وارد في الحسبان على الأقل هذا ما يرى كثيرون في واشنطن الوضع عليه إذا نظرنا إلى الأسئلة من الصحفيين للمتحدثين باسم البيت الأبيض والخارجية على مدى اليومين الماضيين فيبدو أن هناك تشكيك متصاعد من قبل عالم الصحافة من قبل الصحفيين الذين يوجهون أسئلة من قبيل هل ستوافقون على نتائج التحقيقات هل ستقبلون بنتائج هذه التحقيقات هل سيكون هناك تحقيقات مستقلة في استهداف موظفي الإغاثة الإنسانية في غزة ولكن حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية تصر على أن واشنطن ستنتظر التحقيقات التي تجريها إسرائيل بمقتل السبع موظفين من المطبخ العالمي وأن لدى الإدارة الأمريكية قناعة بأن هذه التحقيقات ستكون شفافة وستؤدي إلى محاسبة المسؤولين أو على الأقل معرفة لماذا تم استهداف هؤلاء الموظفين في المنظمات الإغاثية عدا عن ذلك حتى هذه اللحظة لا تستخدم واشنطن أي ورقة ضغط على إسرائيل عدا تلك التي رأيناها في السابق سواء تلك المتعلقة بقرار مجلس الأمن الدولي أو تلك المتعلقة أيضا بفرض عقوبات على مستوطنين حتى هذه اللحظة اللهجة الأشد ربما التي سمعناها من مسؤولين أمريكيين جاءت على لسان مشرعين في الكونغرس الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي الذين انتقدوا إسرائيل على عملياتها العسكرية المتواصلة البعض وصفها بالقصف العشوائي أعضاء في مجلس النواب الأمريكي مثل جيمي راسكن تحدثوا عن أن إسرائيل بدأت تخسر الدعم الدولي الذي حصلت عليه بعد هجمات السابع من أكتوبر بسبب هذا القصف المستمر وسقوط عدد كبير من المدنيين ومن الموظفين في المنظمات الإغاثية في الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك المزيد كما تحدث المسؤولون في واشنطن سيكون هناك المزيد من الاتصالات المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الإسرائيليين بالإضافة إلى اللقاء المرتقب بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي هنا في واشنطن لبحث العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خاصة تلك المتعلقة باجتياح بري محتمل من قبل إسرائيل لرفع هذا موضوع آخر يمكن أن يكون نقطة خلاف أمريكي إسرائيلي أصبحت هذه النقاط واضحة إلى العلان ولكن كل ذلك حتى هذه اللحظة هو بمجرد النصائح والمحادثات التي تجريها واشنطن مع تل أبيب دون ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي موسيقى